نعم سيدي الوزير كيف تتم عملية التسجيل وكيف تكون الاستفادة من هذه المنحة هو اللي نذكر اللي بليه كل شاب جامعي أو غير جامعي متحصل على شهادة أو بدون مستوى يعني ما كانش التمييز ما كانش فرق بين شباب لتروح العمرتهم من 19 إلى 40 سنة هذو يكونوا مسجلين على مستوى وكالات التوظيف اللي نقول لهم احنا اللي زاجونس تعالى نام يكون مسجل وتكون توفر فيها الشروط التارية يكون جزائري يكون عنده بين 19 و40 سنة يكون قاتل بالولاية هذي كتاو يكون عنده نثبة لي موش خدام في أي مؤسسة وينتظر بعد تكون عنده عمل يعني بشروط جدا بسيطة يعني يسجل روحه ونحن نخذه بعلا تيبار